بتزامني مع الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالاً كبيراً من الجمهور في ثاني أيام عيد الفطر المبارك فتحت الحديقة الدولية أبوابها لاستقبال المواطنين وسط أجواء من الفرحة والبهجة وذلك مع تقصيص برامج طرفهية للأطفال وحديقة حيوان مصغرة هذا إلى جانب مدينة ألعاب طرفهية بالحديقة طبعاً الحقيقة احنا بيتم الاستعداد بالحديقة كلها أو بمعنى الصحي مشروع الحديقة متخصصة خلال فطر شهر رمضان لأنه طبعاً الحقيقة بيبقى الشهر ده بيبقى في عدد الزوار أو الترافيق بتاعه بيبقى محدود إلى حد ما فاحنا الحقيقة بتبقى فرصة بالنسبة لجميع الحديقة اللي عندنا الحديقة الدولية أقيمت على مساحة 55 أفداناً وتضم عدداً من الأجنحة حيث يعكس كل جناح ثقافة دولة من الدول العربية والأجنبية هذا إلى جانب المساحات الخضراء والتي تمثل أكثر من 65% من مساحة الحديقة أنا باجي الحديقة الدولية من زمان الحديقة الدولية أنا أصلاً بحبها من زمان قوي من وأنا صغيرة طبعاً بحب الملاهي اللي فيها وبحب الأماكن كلها خضرة أنا جاي علشان بحبها وبالعب فيها والمساحة حلوة والملاهة حلوة بحبها متعود نيجي هنا على طول الحديقة الدولية حلوة لا يا الحديقة جميلة أنا ثاني مرة أجي بصراحة بس هي فيها حاجات حلوة وجميلة جميلة قوي ودي يعني أنا كتير قوي ومساحة حلوة قوي وبعرف ألعبنا وصحابي حاجة جميلة قوي المكان حلو حابنا نيجي نغير جو هنا وتمطع بالدنيا هنا حلوة والمكان جميلة تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالحضائق لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد عن طريق تشكيل غرفة عمليات مركزية وربطها بالمدريات الخدمية والأحياء وذلك لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر جرمين إبراهيم التلفزيون المصري